السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام الجزء رقم 14 من الفصل السابع سنتناول بالحديث Refractory and Precious Metals أي المواد الحرارية المعدنية والعناصر النبيلة أو العناصر السمينة وأيضا سنتناول بعضا من خواص هذه المواد الحرارية المعدنية Refractory Metals بالحقيقة Refractory Metals هي المواد التي تحتوي على أو التي تكون أو التي تتضمن تانجستان موليبدينام تانتاليوم أندنيوبيوم وتكون درجة انسهار هذه المواد أعلى من 1925 كما أن هذه المواد تستخدم أيضا عند تطبيقات درجة حرارة عالية The applications of Refractory Metals تتضمن Filament for Light Blobs Rocket Nozzle فوهات السواريخ Nuclear Power Generation أي مولدات الطاقة النووية وأيضا التيتانيوم والنيوبيوم يستخدم فيه Electronic Capacitors أي المكسفات الإلكترونية وال Chemical Processing Equipment أي فيه المواد التي يستخدم فيه أو التي يصنع بها المواد الكيميائية طيب Price's Metals أو Precious Metals أو Noble Metals تتضمن الزهب Gold, Silver, Fadda, Platinum, Platinum and Radium في الحقيقة من وجهة نظر الهندسة فإن هذه المواد تعتبر مقاومة للكروجن and Very Good Conductor Soar Electric Current يعني موصلة جيدة جدا للطيار الكهرابي ومقاومة للكروجن صفات وخصائص بعضا من الإيه Sum of Refractor Methods الجدول الآتي يوضح المثل درجة الانسهار Dynasty Tensile Strength Yield Strength and Transition Temperature Neubium درجة الانسهاره 2468 درجة مائوية Dynasty 57 من 100 قوة الشد 17000 وليلد السرينس 8000 وTransition Temperature ناقص 140 ملوك دينام 2610 Dynasty 10 و 22 من 100 Tensile Strength 50000 وليلد 30000 ودرجة التحول 30 درجة مائوية Tantallium 2996 درجة الانسهار Dynasty 16 و 6 من 10 Yield عفوا Tensile Strength 27000 وليلد 24000 وTransition Temperature ناقص 270 أما تنجستان 3100 ربعا 110 دينستي 19 25 تنسائل السرينس 66000 وليلد السرينس وTransition Temperature 300 من الملاحظ أنه فعلا بالفعل درجة الانسهار الخاصة بمثل هذه المواد أعلى من 1925 درجة مائوية كما أسلفنا ترجمة نانسي قنقر